فعلا دراسة يعني خلينا نقشك فيها لأنه فعلا يعني من دب مدى تأثيرها العميق لما الواحد أراها والنقاط المهمة للغاية اللي بتتحدث عنها وبتضع أسس حتى للتفكير لما بنكلم على إزاي وستوصل الاجتماع الحياة الرقمية ما أثر على الشأن الديني والعكس نعم بس من النقطة التأسيسية الحركة عملها في الدراسة هو التفريق ما بين الدين والتدين ما بين التدين اللي سميته أنت التدين الوضعي والحياة الاجتماعية وتأثيرها عالي وفي يعني يريد تشرح لنا هذه النقطة التأسيسية أولا نحن زي موضوع العدالة مفهوم العدالة كمفهوم مطلق يعني كل ثقافات وأديان الدنيا وفلسفاتها كانت تبحث في العد لكن الباحث والفيلسوف يبحث العدل في ذاته والعدل بين الناس أيضا أنت عندما تقارب منهجيا وعلميا الشأن الديني عليك أن تميز بين أمرين بين الدين في نصوصه التأسيسية المقدسة دعالت وتنزهت وما بين السرديات حول الدين ما بين الثقافة الدينية المتغيرة من مرحلة إلى مرحلة تاريخية أخرى هذه ليست قصرا فقط على السرديات والشروح للمسلوس المقدسة في الأديان السماوية الثلاثة لكن الحياة الاجتماعية ونظام القيم وأنمط السلوك السائدة والفرق بين مجتمعات البداية ومجتمعات الحضر ومجتمعات الأرياف وبين المدن وأيضا التقنيات الموجودة التكنولوجيا الوضع الاقتصادي والاجتماعي كل ذلك يؤثر في الحياة الدينية للفرد وللجماعة وللمجتمع بالتالي لابد أن نميز بين أمرين بين الدين تعالى وتنزه في نصوصه المقدسة وما بين هذه الأنماط من التدين المتغيرة الوضع عشان كده الوضع موضوع من البشر طبعا وداخل فيها سلوك البشر داخل فيها المرويات حول الدين داخل فيها أيضا القيم إذا كانت قيم قدرية وجبرية أم قيم عقلانية داخل فيها لو تحسب كل حاجة بتحصل وقدر مش إنه فعلي إنساني ولو ظروف موضوعية ولو أزباب الفروف وتفكير هذا النمط من التدين القدري اللي يمثل سمت رئيس من سمات أنماط التدين السائدة في مصر إلا في بعض اللحظات التاريخية التي سادت فيها بعض من الحريات والعقلانية والضبط الاجتماعي من خلال القوانين الحديثة حدث بعض التغير في هذا النمط القدري وأن الإنسان مسؤول وله إرادة وسيسائل من السماء كما سوف يسائل على الأرض من قبل القوانين السائدة ما حيطة معتزلة دي ما حيطة معتزلية آه بس هي الأقرب إلى التطور طبعا في الحضارة والثقافة الحديثة والأمور التأسيسية برضو في الدراسة هنا حاليا بتفرق إنه الدين فردي إنه المواطم بيورس طبعا هناك فرق بين لكن الجماعي بيخش أسر فيه بالتأكيد لأنه بالذات في المجتمعات التي لم تتبلر فيها هيكلة الاجتماعية والطبقية يعني إحنا ما نستخدم تعبير الطبقة مثلا في مصر تعبير مجازي إنش لكن هل فيه هيكلية طبقية متميزة بدأت دلوقتي لكن قبل كده ما كانتش موجودة كان فيه نوع من السيولة الطبقية والاجتماعية ده معناه إيه بالنسبة للتدين أنت تدين الأغلبيات الشعبية الغفيرة وبذات فيه الريف المصري أو حتى فيه إقليم النفط في المناطق البدوية الوضع بيختلف لأن تأثير الثقافة البداوة بتؤثر على أنماط التدين السائدة في المذهب الحنبلي ثم الوهابي يسود في المملكة العربية السعودية في البوادي وفي الصحراء حصل تغير مع التغير الاجتماعي في السعودية بدأت تتبلور ملامح لطبقة وسطة جديدة فبالتالي لما ييجي الولي العهد الحالي يطرح بعض الأفقار التي تبدو جريئة مقارنة بما قبلها من سطوة المؤسسة الدينية وتوظيف العائلة المالكة لها في الضبط الديني والاجتماعي طبعا بيعتمد على أنه بقى فيه طبقة اجتماعية جديدة هي الطبقة الوسطى فيها قدر كبير من التعلم قدر كبير من اليصل الاجتماعي والاقتصادي الصفر إلى الخارج الرحلات إلى آخره تواصل الحضارة الغربية الضبط وتأثير الفضائيات تأثير التلفزات إلى آخره كل ذلك أثر على نمط التدين وعلى السلوك الاجتماعي حتى في مجتمع يبدو من الخارج وكان مجتمع محافظ ذات الأمر فيه كثير من البلدان العربية تقول لنا هنا أن في مصر ترييف التدين ترييف المدن أثر بشدة بالتأكيد على أنماط التدين للسلوك فبالتالي مثلا مفهوم الزمن أنت عندك هنا كان زمان تعبير قديم ممكن نعرفنا وإنت أبراهيم اللي هو إيه يطولوك يا ليل أو يعني إيه تعالي بعد المغرب مفيش فكرة اقتصاد الزمن وأهمية الزمن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصدبي يؤثر على نمط التدين بيديك الجانب القدري بيديك الجانب الجبري في التعامل مع القيم الدينية الفضلة عزيم